موسيقى مثلت الحرب العالمية الأولى بداية النهاية لأربعة قرون من التاريخ العثماني فلم تمضي تسعة أعوام من بداية الحرب إلى عام ثلاثة وعشرين حتى تغير وجه الشرق الأدنى تغيراً كلياً وظهر ما صار يسمى الشرق الأوسط وذلك بفعل ضم المشرق العربي للمجال الاستعماري وبفعل سعود ثلاث حركات قومية تنشد تقرير المصير الحركات العربية والتركية والسهيونية بهذا أدى مخاض الحرب الكبرى إلى موت عالم وميلاد عالم جديد في المنطقة العربية والإسلامية على أن المنطقة قد كانت من الوهن والاضطراب أوائد القرن العشرين بحيث أنها وقعت ضحية للحرب الكبرى حتى من قبل أن تندله إذ من الأصح التأريخ لبداية الحرب العالمية الأولى بالنسبة للعرب والمسلمين لا بعام أربعة عشر بل بعام أحد عشر أي بثلاثة أعوام قبل التاريخ المعروف ترجمة نانسي قنقر عام أحد عشر انفجرت أزمة أغادير حيث كادت ألمانيا تدخل حرباً مع فرنسا من شدة التنافس في الاستحواذ على المغرب وعام أحد عشر شنت إيطاليا عدواناً على ليبيا التي كانت آنذاك إيالة عثمانية كان عدواناً بلا إعلان ولا مقدمات حتى أن الديبلوماسي السربي ميروسلاف سبالايكوفيتش قال بعد عقد من ذلك في ملاحظة ثاقبة إن الهجوم الإيطالي على ليبيا هو الذي دشن المسار الذي أدى أولاً إلى حرب البلقان الأولى عام 12 والثانية عام 13 ثم إلى الحرب العالمية الأولى ثم أضاف لم تكن جميع الأحداث اللاحقة سوى تطور ناجم عن ذلك العدوان الأول الحدث الهام الذي دشن بداية العقد الثاني من القرن العشرين هو الغزو الإيطالي لليبيا فقد ارتأى الإيطاليون أن سبيل لأن تتحول دولتهم إلى قوة كبرى هو أن تصير لديهم مستعمرات على غرار ما كان لدى الفرنسيين والبريطانيين فقد كان الإيطاليون يعدون ليبيا ساحلهم الرابع وهكذا كانوا يسمونها وفي واقع الأمر كان الغزو الإيطالي لليبيا إذاناً بأن السلطنة العثمانية أصبحت مفتوحة للحرب مستباحة للغزو واللافت أن جميع الشخصيات الهامة سياسياً وعسكرياً في العالمين العربي والتركي خلال النصف الأول من القرن العشرين قد خاضوا تجربة للقتال دفاعاً عن ليبيا ومنهم على سبيل المثال مصف كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة وعز الدين القسام الذي سعى في جمع الأموال وفي شحن السلاح إلى ليبيا إن عشرات الشخصيات مما انتغط على أحداث النصف الأول من القرن العشرين في المنطقة إنما بدأت حياتها السياسية والعسكرية في حملة الدفاع عن ليبيا كانت الحرب العالمية الأولى في مبدأها حرباً من أجل الهيمنة على العالم بين بريطانيا القوة العظمى وألمانيا القوة الصاعدة وكان مشروع سكة الحديد المعروف بخط برلين بغداد هو ركيزة مساعي القيصر فيلهلم الثاني إلى تحويل المشرق العربي إلى منطقة نفوذ ألمانيا إلا أن انهزام ألمانيا في الحرب وضع مصير المشرق العربي في أيدي بريطانيا وفرنسا ولكن رغم أن المسألة الشرقية للت تشغل السياسة الخارجية الأوروبية طيلة عقود فإن الرأي السائد لدى المؤرخين هو أن فكرة تقسيم الدولة العثمانية لم تكن تخامر بريطانيا وفرنسا في بداية الحرب لماذا لم يكن هناك في بداية الحرب مشروع لتقاسم المشرق؟ لأن المسألة بكل بساطة هو أنه لم يكن معروفاً أي موقف ستتخذ السلطنة العثمانية وكان الأمل لبعض الوقت هو أن تمتنع السلطنة العثمانية عن دخول الحرب ولكن عام 1915 موني الحلفاء بالهزيمة أثناء هجومهم على الدردانيل فكان أن صارت السلطنة العثمانية آخر الأمر عدواً لا بد من القضاء عليه لسيما أن ما حدث في الأثناء هو أن الحكومتين الفرنسية والبريطانية قد اتفقت مع الحكومة الروسية على منحها منطقة القسطنطينية أو ما يسمى لدى السلاف بيتسارغراد التي ظلت الدبلوماسية الروسية تأمل الحصول عليها منذ القرن الثامن عشر عندئذ بدأ التفكير فعلاً في التقاسم وكان هذا التقاسم موضوع تفاوض ولكنه كان مجرد تقاسم نظري لأنه لم يكن أنذاك أي من بلدان المشرق العربي قد وقع احتلاله بعد كانت القوات البريطانية ما تزال على قناة السويس وحاولت إرسال حملة عسكرية إلى بلاد ما بين النهرين ولكنها منيت بالهزيمة فاضطرت للاستسلام في كوت العمارة وهكذا لم تتمكن قوات الحلفاء من دخول الأراضي العربية ولكن ما حدث وهذا عنصر مهم هو الاتفاقيات التي وقعت عام 1915 بين الحسين شريف مكة والمفوض السامي البريطاني في القاهرة هنري ماكماهون والمتعلقة من ناحية بإشعال ثورة عربية ومن ناحية أخرى بالوعد بمملكة عربية كبرى لم تكن ذات حدود واضحة أو نظام محدد بحيث كانت هذه المملكة هي الأخرى مجرد بناء طباوي أو على الأقل نظري إذ أن الثورة العربية كانت في بداياتها ولم يكن يعرفوا إن كانت ستنجح إذن على هذه الأسس تم التقاسم فكانت الفكرة أن تحصل فرنسا على المنطقة التي ظل ممثل ما يسمى الحزب الاستعماري يأملون في الاستحواذ عليها منذ زمن بعيد وأن تضمن بريطانيا ما يبدو لها ضروريا لتأمين طريق الهند أي الخليج العربي الفارسي من ناحية والبحر الأحمر من ناحية أخرى جرت مفاوضات تقسيم المشرق العربي بين وزير الخارجية البريطاني أدويد غري والسفير الفرنسي في لندن بول كامبون إلا أن مهندسي الاتفاق هما جورج بيكو ومارك سايكس كان جورج بيكو قنصلا في بيروت وبعد اندلاع الحرب عين قنصلا في لندن وقد كان مثل والده وشقيقه من أشد الناشطين في اللوبي الذي كان يسمى آنذاك الحزب الاستعماري أما سور مارك سايكس فقد كان مستشار الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأدنى وكان الرأي عنده أن في وسع الأمة العربية استعادة مجدها الغابر إن هي تخلصت من الحكم التركي وقد كتب في الصحافة يمتدح العرب ويعدد مناقبهم أما المفارقة فهو أنه لم يكن يرى أي تناقض بين تحقيق الطموحات العربية بما فيها الطموح للاستقلال وبين توسيع منطقة النفوذ الاستعماري البريطاني في البلاد العربية هناك افتراض شائع أن شخصيات مثل السير مارك سايكس وسواه من راسمي السياسات البريطانيين والفرنسيين كانوا يمكرون ويخادعون في زعمهم دعم فكرة الحرية الوطنية لشعوب الشرق الأوسط أي أن الافتراض السائد هو أن هذا الزعم كان مجرد كذبة وأنهم لم يكنوا صادقين في تأييد فكرة بلاج عهد جديد من حرية الشعوب إذ كيف يمكن أن يكونوا الصادقين وقد كان لديهم في الوقت ذاته غاياتهم الإمبريالية البالغة الوضوح بالنسبة لبريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط ذلك أن غاية البريطانيين خاصة بعد تشكيل حكومة لويت جورج أواخر عام 1916 كانت تتمثل في السيطرة على ما كانوا يسمونه فلسطين وكذلك ما كانوا يسمونه بلاد ما بين النهرين إلى أن ما ينبغي علينا إدراكه هو أن ما نعده إزدواجية وخداعا إنما يكون تفسيره في التصورات التي كان يحملها ساسة ذلك العصر عن شعوب المنطقة وتنبع هذه التصورات في الأساس من التحيوزات العرقية التي كانت تسم ثقافة النخبة السياسية البريطانية إبان الحرب العالمية الأولى هذه النخبة كانت تفترض أن من المستحيل أن يذهب الظن بشعوب الشرق الأوسط إلى أن الحرية الوطنية التي يتحدث عنها البريطانيون والفرنسيون تعني الاستقلال السياسي لقد كانت فكرة مستحيلة حسبهم وذلك من منطلق عرقي بحت أن العالم العربي متأخر وكذلك العالم اليهودي فمن البديهي في تصورهم أن أي سعي نحو الحرية الوطنية يقتضي وصاية أوروبية في المدى المنظور صدرت اتفاقيات سايكس وبيكو المبرمة في مايو أيار عام 16 عن هذه العقلية الإمبريالية الجديدة التي تجمع بين المتناقضات ولهذا فإنها تضمنت اعترافا شكليا بالتعهد الذي كان قد قدمه في العام السابق المفوض البريطانيو السامي في القاهرة السير هنري ماكمهون إلى شريف مكة بضمان استقلال العرب وذلك لترغيبه في التحالف مع بريطانيا ضد الدولة العثمانية إلا أن الترغيب أو الخداع البريطاني الذي صارت شخصية الكولونال تي إي لورنس أشهر رمز له في المخيار الشعبي العربي لم يكن السبب الأصلي للثورة العربية الكبرى بل إنه كان للثورة التي انطلقت من الحجاز أسباب موضوعية تتعلق أساسا بالسخط على الاستبداد الذي كان سمة حكم ساسة الاتحاد والترقي وبالمحنة الإنسانية التي سببها قرارهم دخول حرب لا علاقة للعرب بها شعر العرب أنه لا بد من التفكير بحمايتهم اجتمع أعضاء الجمعيات السرية العربية في دمشق وهم من العراقيين ومن السوريين أي من بلاد الشيخ اجتمعوا وقرروا أن ينهض العرب أن يثور العرب كان المقرر أن تبدأ الثورة في سوريا لأن القوات العربية الموجودة في سوريا كانت كافية حتى إذا قامت الثورة أن تنضم إليها وطلبوا من الشريف حسين فقط أن يرأس هذه الثورة الحقيقة لم يبعثوا فقط للشريف حسين بعتوا لإمام اليمن وبعتوا لعبد العزيز بن سعود وبعتوا لأمير عصير وبعتوا أيضا لشيخ المنتفق في جنوب العراق وطلبوا منهم أن يتولى أحدهم قيادة هذه الثورة كلهم اعتذروا ولم يقبل بها إلا الشريف حسين عند ذلك بعثوا الورقة التي تحتوي مطالبهم ووضعها فيصل ابن الحسين بحذائه واتجه فيها إلى مكة والتقى بوالده وإخوته في الطائف وبحثوا هذا الموضوع وقرروا أن يبدأ الثورة وأن ينقذوا البلاد العربية كان هدف الثورة العربية إقامة دولة مستقلة تشمل بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية أي المنطقة التي كان مكمه قد وعد بها الشريف حسين إلا أن ما حصل هو أن هذه المنطقة ذاتها قد قسمت في اتفاقيات سايكس بيكو بسطر رسمه مارك سايكس يمتد من عكا على البحر المتوسط إلى كيركوك والحدود الإيرانية قسمت المنطقة نصفين شمالية الخط من نصيب فرنسا وجنوبيه من نصيب بريطانيا توفي مارك سايكس بعيدة نهاية الحرب العالمية الأولى ولم يكن آنذاك إلا في التاسعة والثلاثين من العمر ولكن المشرق العربي لا يزال يحمل آثار مخططاته إلى اليوم لم يتوقف دور سايكس عند حد الرسم الأولي لخارطة المشرق العربي المعاصر أو عند حد ترويج عبارة جديدة هي الشرق الأوسط التي تترجم بروز تصور بريطاني جديد للشرق باعتباره منطقة قوميات عريقة القوميات العربية واليهودية والأرمانية التي قررت بريطانيا تسخيرها في مسعاها لتقويض الإمبراطورية العثمانية لم ينحصر آثار سايكس في هذه القضايا الكبرى بل إن آثاره لا يزال باقياً حتى في تفاصيل المشهد اليومي في مختلف البلاد العربية إنه لمن سخرية الأقدار حقاً أن رجلاً مكروهاً إلى حد كبير في العالم العربي مثل مارك سايكس هو الذي خط بيده مختلف التصاميم والألوان للأعلام أي لرموز السيادة الوطنية لعدد كبير من الدول العربية الأردن والعراق وسوريا واليمن والسودان والكويت والإمارات بل وحتى منظمة التحرير الفلسطينية حصلت بريطانيا وفرنسا على موافقة حليفتهما روسيا القيصرية على اتفاقيات سايكس بيكو ولكنهما قررت أن تبقى الاتفاقيات سرية الأمر الذي يدل أنها كانت حتى بمعايير ذلك العصر اتفاقيات مفرطة في الجشع الإمبريالي الذي ندد به الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون وعده السبب الأصلي لاندلاع الحرب الكبرى وقد ظلت الاتفاقيات سرية إلى أن دبرت ألمانيا للزعيم البولشيفي فلاديمير إليتش لانين أمر عودته من منفاه السويسري إلى روسيا على متن هذا القطار الذي لا يزال رابضا في محطة فلندا في قلب مدينة سانت بوترسبورغ بعد قرار البلاشفة إخراج روسيا من الحرب حققت جريدة البرافدا ما قد يكون السبق الصحفي الوحيد في عمرها المديد ففي نوفمبر من عام 17 نشرت البرافدا بتوجيه من تروتسكي ولينين نص الاتفاقية السرية بين سايكس وبيكو وبذلك فضحت روسيا البولشيفية السر الذي تكتمت ووافقت عليه روسيا القيصرية أي مخطط التقاسم الاستعماري للمشرق العربي بين بريطانيا وفرنسا رغم الاعتقاد الشائع بأن الجغرافيا السياسية للمشرق المعاصر هي النتيجة الفعلية لاتفاقيات سايكس وبيكو فإن هذا ليس بصحيح ذلك أن هذه الاتفاقيات لم تنفذ وإنما هي وفرت مسودة أولية خضعت لتعديلات كبرى تم على أساسها تقسيم المنطقة ورسم الخارطة فيما بعد هذا رغم أن لجنة كينغ كرين الأمريكية لتقصي الحقائق في المشرق قد وجدت عام 19 أن جميع العرب كانوا يريدون الوحدة ويرفضون التقسيمات والحدود لم يكن أحد من العربي ليقبل بالتقسيم كما اتضحت معالمه في الاتفاقيات السرية التي عقدت في باريسا ولندن أي اتفاقيات سايكس بيكو ثم وعد بلفور وقد وقعت كامل المنطقة الممتدة من خليج العقبة إلى جبال توروس تحت الاحتلال كما احتل العراق وقد تم احتلال هذه الأراضي لأنها كانت ذات أهمية حاسمة لهداف الحرب البريطانية أي تأمين كل قناة السويس ومصر والطريق إلى الهند وحقول النفط في إيران وبلاد ما بين النهرين ومحميات إمارات الساحل المتصالحي في الخليج كانت كل هذه أهداف حرب بريطانية حاسمة منذ البداية بل إنها كانت مصالح بريطانية منذ ما قبل الحرب وقد اتضح أن اتفاقيات سايكس بيكو كانت تشمل أيضا تقسيم الأناظول إلا أن الجيش العثماني تمكن عند عقد الهدنة عام 1918 من التراجع إلى خط يقع شمالية حلب في انتظار شن هجوم مضاد على القوات البريطانية جنوبا وبفضل ذلك صار هذا الخط هو الحدود إذن لم يقع التقسيم إلا بفعل الاحتلال ثم تفاوض البريطانيون مع الفرنسيين حيث جرت المفاوضات مباشرة بين كليمانسو وليوت جورج والمرجح أن ذلك وقع في سيارة تاكسي بين محطة قطارات فيكتوريا وعشر داونينج ستريت أثناء زيارة كليمانسو للندن في ديسمبر 1918 وقع التقسيم أنذاك بهذه الطريقة العرضية وقد ناهض التقسيم وقاومه الجميع تقريبا في المنطقة كان من الطبيعي أن يرفض العرب التقسيمات والحدود فقد كانت بلادهم منذ القدم موحدة متصلة يتنقل فيها الناس دون موانع من المحيط إلى الخليج وقد اتسعت المواصلات وتكثفت الاتصالات بعد أن فتح العثمانيون عام ثمانية خط الحجاز حيث أصبحت الرحلة بالقطار بين دمشق والمدينة المنورة لا تتجاوز خمسة أيام وكان يتفرع عن خط الحجاز سكة نحو الأردن وأخرى نحو فلسطين ولكن نظرا لأهمية خط الحجاز عسكريا بالنسبة للعثمانيين فقد تم تخريبه ثم نسفه أثناء الثورة العربية الكبرى ومثل ما هو الأمر هنا في القطرانة قرب معان في الأردن لا تزال هناك إلى اليوم بضعة قطارات يتيمة تقف شاهدة على أواخر عهد الوحدة الجغرافية والبشرية للبلاد العربية لم يكن نوفمبر تشرين الثاني عام سبعة عشر شهر انكشاف أمر الاتفاقيات السرية بين بريطانيا وفرنسا حول تقاسم المشرق العربي فحسب بل إنه كان شهر إعلان وزير الخارجية البريطاني أرثر بالفور تأييد حكومته لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين تظافرت في التأييد البريطاني للطموحات السهيونية عوامل متعددة تراوحت من الحسابات السياسية إلى التحيزات الثقافية إذا كان لنا أن نفهم علاقة نخبة الإمبراطورية البريطانية بالصهيونية منذ فترة الحرب العالمية الأولى فإن من اللازم أن ندرك أهمية التوراة في الثقافة البريطانية ولا يعني هذا القول بأن الدعم البريطاني للصهيونية قد وقع بتأثير من فكرة دينية صحيح أن لويد جورج كان ذا خلفية غير امتثالية ولكن لم يكن لهذا أي دخل في توجيه سياساته أثناء الحرب العالمية الأولى وإنما صفوة القول أن التوراة ولا سيما نصوص العهد القديم قد كان لها مكانة مركزية في الثقافة البريطانية في تلك الفترة بحيث أن الفكرة التي تضمنتها سرديات الصهيونية بشأن الشعب اليهودي العريق كما تصوره المشاهد التوراتية وبشأن عوداته إلى مجده التليب لم تكن فكرة مألوفة لدى كثير من البريطانيين فحسب بل إنها كانت كذلك فكرة رومانسية وقد لخص هيربت آسكويث مسألة التحيز الثقافي هذا بالقول إن لويد جورج الذي خلفه في رئاسة الحكومة البريطانية منذ أواخر عام 16 لم يكن يكترث لليهود وإنما كان كل همه أن يحول دون سيطرة فرنسا الملحدة على الأراضي المسيحية المقدسة ولكن بصرف النظر عن مدى صحة رأي آسكويث فقد كان للدعم البريطاني للصهيونية أسباب عملية مباشرة تتعلق بتطور مجريات الحرب العالمية الأولى من كبريات القضايا التي احتدم حولها النقاش قضية تحديد سبب إعلان وعد بلفور هناك حوالي ثلاثة تفسيرات أو أربع لقرار البريطانيين إصدار وعد بلفور التفسير الأول استراتيجي ومؤداه أن قيام البريطانيين الذين كانوا آنذاك في مصر بإنشاء مستعمرة يهودية شمالي قناة السويس تكون معتمدة اعتمادا كليا على البريطانيين سوف يساعد في تحقيق الغاية الاستراتيجية الرئيسية لبريطانيا أي حماية الطريق إلى الهند لأن ذلك يضمن السيطرة الكاملة على السويس التفسير الثاني هو ما يسمى بلاسامية الاستعلاء ويقوم على الاعتقاد بأن اليهود يمسكون بالزمام الأمور خلف الكواليس ويسيطرون من طرف خفي على الحكومات بما في ذلك الحكومة الأمريكية والحكومة الروسية بالنسبة للولايات المتحدة مثلا كان الثاني من أكبر مستشاري الرئيس ويلسون وهما فريكس فرانكفورتر ولويس براندايز من الصهيينة المتحمسين ورغم أن الولايات المتحدة دخلت الحرب آخر الأمر فقد كان البريطانيون مرتابين في أمر رئيس ويلسون كما أنهم كانوا يتوجسون من العدد الكبير من المهاجرين الألمان والإرلنديين في الولايات المتحدة الذين كانوا يراهضون بريطانيا ولهذا فقد كان أهم البريطانيين هو ضمان التزام لولايات المتحدة بخوض الحرب والثبات إلى جانبهم حتى اللحظة الأخيرة وما يعنيه ذلك هو أنه كان لابد من ضمان أن يبقى كبار مستشاري الرئيس ويلسون يحفزونه ويحفظونه على تحقيق غاية لا يمكن بلوغها إلا بالقتال حتى النهاية التفسير الممكن الثالث يتعلق بروسيا والثورة البلشفية ذلك أن البريطانيين كانوا يعتقدون أن كثيرا من الزعماء البلاشفة هم من أصل يهودي فقد كان لقب ليون دروتسكي الحقيقي هو برونشتاين وكان البريطانيون يظنون أن الانتماء اليهودي لزعماء البلاشفة يضغى على انتماءاتهم الأخرى ولهذا ارتعوا أنه لابد من منح اليهود شيئا يرضيهم ويضمن التزامهم هم أيضا بخوض الحرب والقتال حتى آخر لحظة ولكن الأمور لم تسر على هذا النحو بالضبط هذا وواقع الأمر أن لويد جورج عدد في مذكراته حوالي أحد عشر سببا لصدور وعد بلفور اشتركوا في القناة كان هناك عاملان آخران حاسمان الأول أن أستاذا للكيميا في جامعة مانشستر قد اكتشف طريقة للإنتاج السهل والمكثف لمادة الأسيتون الضرورية لتصنيع المتفجرات التي كانت بريطانيا في أمس الحاجة إليها أثناء الحرب هذا الكيميائي الروسي الأصل هو الزعيم السهيوني حايم فيتسمن الذي سيصير أول رئيس لدولة إسرائيل ولهذا عبر رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج عن امتنانه ثم قال على سبيل الدعابة في خطاب أمام الجمعية التاريخية اليهودية إن مادة الأسيتون قد جعلتني أعتنق السهيونية العامل الثاني هو أن مجموعة من مجرد عشرات من ناشطين السهيونيين معظمهم من أوروبا الشرقية قد بذلوا حثيث المساعي لدى النخبة السياسية البريطانية وتمكنوا في ظرف عشرين سنة فقط من إقناعها بأن دعم الأهداف السهيونية سوف يخدم المصالح البريطانية كان المسعى الأخير في يونيو حزيران عام 17 حيث اجتمع الزعيمان السهيونيان حايم فيتسمن واللود روثشايلد مع وزير الخارجية آثر بالفور وطلب إعلانا رسميا من الحكومة البريطانية بدعم السهيونية وهكذا كان فبعد خمسة أشهر فقط صدر الإعلان الذي صار يعرف عربيا بوعد بالفور هذا هو وعد بالفور الشهير أي الرسالة التي بعثها وزير الخارجية آرثو بالفور في تشرين الثاني نوفمبر عام 17 إلى اللود روثشايلد لقد كان فعل هذه الرسالة كما قال الكاتب آثر كوسلر هو أن أمة وعدت أمة ثانية بأرض أمة ثالثة أي أن من لا يملك أعطى لمن لا يستحق المثير أن من حرر هذه الرسالة لم يكن بالفور ذاته أو مساعدوه بل إن من حررها بطلب من بالفور هو حايم بايتسمن الزعيم الصهيوني الذي سيصير أول رئيس لدولة إسرائيل ما إن انتهت الحرب عام 18 حتى تأكد للعرب أن انتهاء الحكم العثماني لم يكن تمهيداً للاستقلال الوطني بل للاستعمار الأوروبي والأخطر أن الاستعمار لم يسعى إلى السيطرة فقط بل إنه عمل على التفرقة والتجزئة وتغذية النزعات الطائفية الانتداب الفرنسي بيجي بيقسم سوريا إلى دولات طائفية دولة علوية، دولة درزية، دولتين سننية دمشق وحلب وبعدين وضع سانجاك الإسكندرونا اللي في مدينة أنتاكيا مدينة أنتاكيا هي مركز المسيحية العربية وبعدين الفرنسويين عطوها للأتراك ونحن سكتنا جزورنا كنا مسلمين ومسيحيين بأنتاكيا روجز كبير من جزورنا بأنتاكيا فهي بتفرج بعدين تأسيس نزام طائفي بلبنان بالأول كان بشكل برالي إذا بدأ بس بعدين صار بشكل شرس حتى أيام الانتداب الفرنسي في لبنان وقت ما صار فيه كتلة مسيحية كبيرة تبع أميل الدين كان بدأ تصوت لرئاسة الجمهورية لشيخ جليل الشيخ محمد الجسر مفتي ترابلوس أجر من دوب السامي وقف الانتخاب من أيضا والمسيحية انتبهوا فهالجو الطائفي والمذهبي من ذلك الحين اتواجدت صهيونية من جهة دولات طائفية بسوريا بالعراق أيضا وضع غير مستقر وبعدين صار فيه مجازر ضد الأشوريين بالعراق بعدين ما ننسى أيضا محاولة الملك فيصل الله يرحمه الهاشمي ابن الشريف حسين وقت ما جرب يسير ملك بسوريا وكان عنده أنصار لبنانيين كتار حتى اللبنان أيضا ما يكون مبصول عن سوريا وزراء كثير وزراء من لبنانيين وأول وزارة اللي كونها نصفها من المسيحيين نصفها من المسلمين ما يتكلم شغلة روعة طبعا الفرنسيين ضربوها بحملة عسكرية راحوا من بيروت للشام بمعركة مايسالون واستشهد يوسف باقي العظمة بس الشي هون يعني الفرق بينه وبين الأطراق إنه نحنا رغم تكوين فرقة عسكرية من قبل لورنس عربية بتساعد الجيش الإنجليزي على طرد الجيش العثماني ما تكونت نواة طيوة عسكرية عربية لأنه بمايسالون بساعتين الجيش الفرنسي قضى على جيش الملك فايصر وحتى أنا بقراءاتي التاريخية يبدو إنه حتى إن بعز الحرب لم تبلغ الفرقة العربية أكتر من عشتلاف شخص بعز الحرب وعادة كانت أقرب لألفين ألفين وخمسمائة شخص وإذا حسب ضابط إنجليزي كان موجود هوني فالأطراق كان عندهم بقايا الجيش العثماني اللي كان جيش كبير جدا العرب ما كان عندهم شيش لم تقتصر المخططات الاستعمارية الأوروبية على المشرق العربي بل إنها شملت تركيا والأناظول إذ ما إن وقعت إسطنبول تحت الاحتلال البريطاني عام 19 حتى تألبت القوى الأوروبية على ما تبقى من الدولة العثمانية بغرض اقتسام أراضيها اتفق الأوروبيون فيما بينهم في مؤتمر سان ريمو في إيطاليا وبعد ذلك اجتمعوا في العاشر من آب أغسطس عام عشرين هنا في قصر سافر في ضواحي باريس وتمكنوا من فرض معاهدة مذلة على محمد السادس آخر سلطان عثماني كانت الشروط التي فرضتها معاهدة سافر على بقايا الدولة العثمانية من الإجحاف بحيث أن الأمة التركية بقيادة كمال أتاتورك رفضتها رفضا نهائيا ثم نجحت بعد ذلك في صد جيوش خمس أمم أوروبية غازية بعد أن نجح مصطفى كمال في إنقاذ تركيا من الاحتلال الأوروبي عام ثلاثة وعشرين استبشر به العرب ونظموا في مدحه القصائد وعمه متفاؤل بأن يعيد الكرة فينقذ العراق وبلاد الشام ولكن ذلك لم يكن في متناول مؤسس الدولة التركية الوليدة فلإن مصطفى كمال لم يستطع مد يد العون حتى لرفاق السلاح من العرب الذين كانوا قد قاتلوا معه في صفوف الجيش العثماني ولهذا لم يجدوا لديه نصيرا عندما تزعموا حركات المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الفرنسي والبريطاني من العشرينيات إلى الأربعينيات كان من أشهر هؤلاء المقاومين ابن مدينة ترابلس اللبنانية الزعيم فوزي القاوقجي تخرج القاوقجي من الكلية العسكرية في إسطنبول عام 12 وقاتل في صفوف الجيش العثماني طيلة الحرب العالمية الأولى كما قاتل عام 20 في أول جيش نظامي عربي ضد قوات الاحتلال الفرنسي في ميسالون بسوريا وبعد فترة من اتحاقه بالجيش الفرنسي انشق مع جميع جنود الحامية الذين كانوا تحت إمرته في حماه لينظم للثورة السورية الكبرى عام 25 وظل يقاوم البريطانيين والسهيونيين في فلسطين حتى عام 48 كان القاوقجي من أول المدركين أن القوى الأوروبية خدعت العرب بوعود زائفة كما كان من الناقمين على السياسيين العرب المتعاونين مع الاحتلال وقد روى كثيرا من تجاربه للسيد يحيى الحكيم الذي لزمه فترات طويلة من حياته وكان كثيرا ما يزوره في هذا البيت في بيروت شوف كان عنده حسرة هو أنه كان يقول أنه في طبقة من السياسيين العرب الذين لم يؤمنوا بالثورة أنه بعد خمس سنوات من بداية الانتدام الفرنسي كانوا العرب وخاصة السوريين واللبناميين والفلسطينين والعراقية والمصاروة وكلهم يحسوا أنه في كسبة كبيرة يكذبوا عليهم وأنه عم يستغلوهم ففي فريق من الناس هذا هو يلي فوزي القاوقجي كان منهم ويلي سنة الخمسة عشرين عندما أعلن سلطان باشا الأتراش في السويدة السورة على الفرنسيين كانت أنه هو فورا أعلن انضمامه وأعلن من حما يعني انضمام الفريق اللي كان معه يعني هو أخذ كل الضباط والجنود اللي كانوا في حامية حما ونزل بالمعركة يلي كانوا تابعين الجيش الفرنسي يلي كانوا كلهم فرنسيين ونحنا ما لازم نلسى أنه قبل بسنتين يعني سنة الثلاثة وعشرين هو أعطي اللي جون دونور يعني فرنسيين أكرموه جوقة الشرف جوقة الشرف أنه أعطوه إياها لأنه كان من الشباب العرب يلي انضموا إلى الجيش الفرنسي ولكن هو كان عنده فكرة تانية أنه إذا أنا عم بلضم هو لأنك أنتو تلح تساعدونا وننطور البلاد ونحسن أوضاعها ويصيرها الانتداب مثل ما كانت النظرية نظريا أنه نحن شعوب غير ناضجة بعد لاستلام مقاليد الحكم وأنه تقدر تقوم بحقيقة بناء أوطان فكانت النتيجة لله أنه هم عم يهدموا الأوطان كان بعدين أنا أسألته سؤال فوزي باشا أنه كيف كنت ينضموا لك الصوار قال لي أنت بدك تستغرب يا حيا أنه أنا كل الجنوء كل الشباب يلي إجوا لينضووا بالصورة كان سنة الخمسة وعشرين أو سنة الستة وثلاثين أو سنة الثمانة واربعين يجوا بسلاحهم يعني كل واحد حامل البندقية تاعته ويسألوا فوزي باشا أنت يا ابني إن شاء الله منك متزوج لا الحمد لله الله أكرمني وأنا متزوج إن شاء الله ما عندك أولاد لا والله الحمد لله أنا متزوج وعندي أولاد طيب أنت على مين يعني تترك هالعيبة بتعرف شو قال لي قال لي أنا باعتمد إنه بعد الثورة الحكومات الوطنية هي لح تاخد على عتاء تربية ولادي فهالناس هول كان عندهم صدق الوطنية يلي اليوم مع كل أسف يعني بيحزن إنه نشوف إلى ماذا قالت الحال في الدول العربية ففوز القوشي كان من النوع يلي كتير من الشباب العرب يلي نضلوا معه آمنوا بهالرسالة وينضحوا بحياتهم بالرخيص لأنه هذا الغالي ذهب أدراج الرياح موسيقى 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 لا يزال الألم الناجم عن هذه الخيبات والانكسارات يفعل فعله في الوجدان العربي الذي يتحرق توقا منذ أوائل القرن العشرين إلى حرية تقرير المصير إذ قبل الحرب العالمية الأولى بعام كامل عقد أول مؤتمر عربي للبحث في قضية الحكم الذاتي هنا في مقر الجمعية الجغرافية الفرنسية في باريس شارك في المؤتمر العربي الذي طالب بالإصلاح وباللا مركزية في إطار الدولة العثمانية 24 ناشطا من سوريا ولبنان وفلسطين كانوا من خيرة شباب النخبة العربية المثقفة ولكنهم صاروا في عداد من نفذ فيهم حكم الإعدام عامي 15 و 16 في بيروت ودمشق بقرار من جمال باشا وقد كانت الحسرة عليهم من الأسباب الكثيرة لاندلاع الثورة العربية الكبرى ولكن إذا كان صاحب القرار في مسألة القضاء على النخبة العربية معروفا فإنه لا يعرف على وجه الدقة من الذي اتخذ القرار السياسي بالقضاء على النخبة العثمانية بعد انتهاء الحرب إلا أن الثابت أنه قد كان للاستخبارات البريطانية والروسية يد في بعض عمليات الاغتيال التي راح ضحيتها أهم أربع شخصيات في أعلى هرم الدولة العثمانية وقد كان من بين ضحايا هذه الاغتيالات الصدر الأعظم أي رئيس الوزراء سعيد حليم باشا الذي ينتمي إلى سلالة محمد علي مؤسس الدولة المصرية الحديثة اغتيل سعيد حليم باشا في روما بوابل من نيران رشاش أطلق على سيارته في وضح النهار إلا أن من غرائب القرن العشرين أن الصحافة الأوروبية تجاهلت الأمر فلم تنقل خبر اغتيال آخي رئيس وزراء لإحدى أهم إمبراطوريات العصر الحديث لم تفعل أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى سوى تكرار جميع أخطائها ولهذا كان الجنرال الفرنسي فردينون فوش بالغ الدقة عندما قال بعيد مؤتمر السلام في فرساي إن هذا ليس سلاما وإنما هو هدنة لعشرين سنة وفعلا بعد عشرين سنة بالضبط اندلعت الحرب العالمية الثانية التي سيروح ضحيتها جيل آخر من العرب المجندين إجباريا في الجيوش الأوروبية ذلك أن النتيجة المباشرة للحرب العالمية الأولى قد تمثلت في استكمال المسار الاستعماري في كامل العالم العربي وذلك بإخضاع المشرق لنفس مصير المغرب أما الذي سهل إحكام السيطرة الاستعمارية فهو تمكن قوى الاحتلال الأوروبية من استخدام وسائل قمع ودمار لم تكن متوفرة من قبل قرر الإسبان أن يستثمروا في أسلحة الغاز وقد استعانوا بالألمان وأنشأوا مصنع للغاز السام أطلقوا عليه اسم الملك الفونسو الثالثة عشر وبعد أن بنوا ترسانة كيميائية أخذوا بين عامي 23 و27 في شن هجمات في منطقة الريف المغربي أولا بقذائف الغاز ثم بقنابل الغاز على المقاتلين ومعاقلهم وعلى المدنيين أيضا وربما لم تؤدي هجمات الغاز هذه إلى النصر العسكري ولكن الأكيد أنها ساهمت في إحباط معنويات العدو الذي لم يكن لديه أي نوع من الحماية ضد الغاز السام هذا في المغرب أما في ليبيا حيث واجهت موصلين انتفاضات في هذه البلاد الشاسعة فقد جرب سلاح الجو الإيطالي استخدام الغاز السام فشن هجمات بالغاز على مناطق مختلفة في ليبيا وقد أفضت هذه التجربة إلى ما حدث بعد ذلك في الحبشة ولكن تزايد القمع لم يجد نفعا أمام تعمق الشعور القومي واتساع حركات المقاومة الوطنية في البلدان المستعمرة فقد استفاقت شعوب الجنوب واستدارت حركة التاريخ بمثل ما تنبأ الماريشال الألماني كولمار جولتز الذي قاد القوات العثمانية التي انتصرت على القوات البريطانية عام 16 في الكوت والعمارة في العراق لم يكن الماريشال جولتز قائدا عسكريا فحسب بل كان ذا فكر ونظر حيث قال عندما أتى إلى إسطنبول لقيادة القوات العثمانية ليست هذه الحرب سوى البداية ذلك أن علامة القرن العشرين الفارقة سوف تتمثل في ثورة الأجناس الملونة ضد توسع أوروبا الاستعماري كانت ثورة الشعوب الجنوب تتويجا لمسار طويل من التفاعل مع حضارة المستعمر بدأ هذا المسار عقب الحرب الكبرى ببروز جيل سياسي جديد كان متشبعا بشتى الأفكار التحررية والحداثية وعازما على مكافحة مظالم أوروبا بقيم أوروبا أي على مواجهة الغرب بأفكاره كان جيل اجتهاد وتجديد سمته الأساسية سلاسة التأليف بين الثقة في الذات والتعلم من العالم لقد مكنهم الاحتكاك بالغرب من أن يصيروا في منتهى الجرأة حيث انتموا لتيارات سياسية قائمة على التأليف الواعي بين الإسلام والقيم الجمهورية وخاصة بين الإسلام والاشتراكية فقد كان هذا تيار قويا أنذاك لأن اكتشافهم للمجتمع الفرنسي عام 1917 قد حصل في خدم الصدمة التي أحدثتها الثورة الروسية وحركات تمرد الجنود والحركات السلمية الرافضة للحروب فكانت النتيجة أنهم بثقت عن هذه التجربة إيدولوجيات تأليفية تقيم الجسور بين التراث والحداثة جمعوا بجرأة بالغة بين الوفاء للدات والانفتاح على الآخر في هذا السياق التعددي برز في العشرينيات جيل سياسي جديد سوف يكون لديه تأثر بالثورة الروسية وبالثورة الكمالية في تركيا وبتطورات الحركة القومية العربية لقد كانوا منفتحين على جميع هذه المؤثرات في نفس الوقت بل كان إحساسهم قويا بكل حركة التاريخ وصخب العالم بما في ذلك إعلانوا مبادئ الرئيس ويلسون كان لمبادئ الرئيس ويلسون وخاصة لمبدأ الحق في تقرير المصير صدا واسع لدى شعوب الجنوب فما هي إلا عقود قليلة حتى تبدل العالم كليا بانتهاء الاستعمار الأوروبي وبروز آسيا وإفريقيا طرفا جديدا في الفعل التاريخي ولكن مع ذلك كله فإن الأمة العربية لم تحصل على هذا الحق الأساسي حق تقرير المصير حيث تكاد تكون الأمة الوحيدة في العالم المعاصر التي ليس لها دولة قومية تجمع شتاتها وتعبر عن إرادتها لم تجد الأمة العربية مكانا تحت شمس القرن العشرين ذلك أنه إذا كان القرن العشرون حسب الطرح الشهير للمؤرخ أريك هوبس باون قرنا قصيرا بدأ بالحرب العالمية الأولى وانتهى بسقوط جدار برلين فإن القرن العشرين العربي قد كان أقصر بكثير كان قرنا خاطفا فاجعا بدأ بالغزو الإيطالي لليبيا وانتهى بنكبة فلسطين وقيام دولة جدر وأسوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر